يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيبدأوا معنا حلقة جديدة من السادسة تحياتي لكم في بداية الحلقة والبداية الفعلية لبطولة الشامبيونز ليج النهاردة يعني الأدوار التمهيدية في بطولة بحجم الشامبيونز ليج ما بنحسبهاش قوي المواجهة الصعبة والكلاشات الحقيقية بتبتدي من النهاردة وعندنا مباريات النهاردة من العيار التقيل كل الفرق النهاردة أعتقد يمكن فيه أربع أو خمس مطشاط هتحتار تتفرج على إيه ولا إيه هنتابع مع حضراتكم ونبص بصة سريعة على مواجهة النهاردة وكلامنا في الحلقة هيكون بشكل أساسي على المركاتو عموماً اللي حصل السنة دي لأنه الحقيقة بالنسبة لي يعني تقدر تقول كده وانت مرتاح علامات استفهام وأمور غير منطقية بالجملة بالجملة الأرقام اللي احنا بنسمحها وقرارات الأندية فيما يتعلق بانتقالات لعيبيها إذا كنا بتكلم عن الكورة في مصر الحقيقة بتقول أن احنا داخلين على مرحلة جديدة مش عارفين ممكن توديني على فين لكن خلينا نتكلم بشكل مفصل كمان على مركاتو الأهلي ويمكن بمناسبة الموضوع ده في سؤال لحضراتكم النهاردة هيكون موجودة على صفحاتنا على السوشال ميديا عايز أسمع رأيكم والكلام مش على الأسماء كلام على المراكز لأنها نهاردة هعمل معاكم مقارنة كده عايزين نشوفها وندردش فيها ونتكلم فيها ونستوعبها ونفهمها مع بعض سؤالنا ما هي أكتر المراكز احتياجاً للدعم في الأهلي في الموسم الجديد وأنا حبيت أن السؤال يكون مرتبط بالمراكز عشان لما نعمل مقارنة نشوف إيه السياق المنطقي أو الطبيعي أو التقليدي اللي احنا بستنين نشوف عليه الأهلي في الموسم الجديد وهنتكلم طبعاً مع نجومنا النهاردة هشرفنا واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن أحمد نخلة هيكون ضيف علينا في السادسة هنتكلم معاه على معسكة الأهلي على صفحات على المراكز على الجهاز الفني الجديد وهيشرفنا النهاردة كل الناس يعني فيه مش كل الناس فيه ناس كتير جداً ما تقدرش تنسى نهائي تاريخي وإحنا بنابتدي موسم جديد وبطولة جديدة في الشامبيونز ليج نهائي تاريخي واحد من النهائيات اللي مش ممكن تتنسي أبداً نهائي ده جمع بين الميلان وبين ليفر بول موسم 2005 واستضافته إسطنبول وليه بقول نهائي تاريخي؟ لأنه فيه نهائيات أو مطشط مباريات نهائية يعني مش ممكن أبداً تنسيها يعني الأهلي خد عشرة دوري أبطال تقدر تنسى مثلاً نهائي القضية ممكن؟ مش ممكن نهائي تاريخي بكل المقاييس ولكن النهائي ده الحقيقة السيناريو فيه حطوا في مكانة النهائي التاريخي زي ما بقول لكم الشوط الأول انتهى لصالح الميلان بنتيجة 3-0 في مباراة نهائي دوري أبطال مباراة واحدة مش مبارتين وكان ليفر بول حقيقة في التوقيت ده مش من كبار أوروبا مزال ليفر بول النهاردة اللي دائماً ترشحه لأي بطولة أو أي لقب داخل يلعب فيه وكان الميلان واحد من أسياد قارا العجوز واحد من أسياد أوروبا والنادي اللي يمكن دايماً مرشح لتتويج بالبطول لكن حصل إيه بين الشوطين؟ محدش يعرف نزل ليفر بول الشوط الثاني وقدر يحسب نتيجة المباراة لصالحه 4-3 عشان كده واحد من النهائيات اللي ما بينسهاش جمهور ليفر بول والنهاردة هيكون واحد معنا من أبطال المعركة دي أنتونيو نوناز نجم ليفر ونجم ريال مدريد هيكون مشرفنا فيه السادسة قبل ما نبدأ الحلقة وندخل في التفاصيل نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم ده معناه أن احنا هنتكلم أو هنتفرج على بطولة متكلفة أكتر من نص تريليون دولار أنت متخيل حجم المبلغ وحجم الإنفاق للفرق اللي بتشارك في بطولة زي تشامبيونز عشان كده لما بنقول أنها البطولة الأقوى على سطح الكوكب يعني ما بيكونش ده مبلغة طبعا بطولة كاس عام بطولة مهمة جدا وخصوصا أنك بتسنيها كل أربع سنين يعني تشامبيونز ليج بتتلعب كل سنة فبالتالي أنت بتباحك كل سنة يمكن جزء كبير جدا من أهمية كاس العالم أولا أنها على مستوى المنتخبات سانيا طبعا أنها بتحصل مرة كل أربع سنين ويا سلام لو فرقتك أو منتخبك بيشارك فيها فالبطولة بتبقى ليها زخم وليها أهمية وليها نسب مشاهدة عالية جدا لكن تبقى تشامبيونز ليج على مستوى الكرة أنا بشوف أنها البطولة الأهم والأقوى في رياضة كرة القدم ويمكن معظم الفرق اللي ظهرت في القائمة اللي شفتوها حضراتكم دلوقتي أغلى القوائم اللي بتشارك في البطولة هم الفرق المرشحة للتتويج السندي منهم تلاتة هيظهروا عندنا النهاردة وتعالوا نشوف مع حضراتكم إيه المطشاط اللي هتتلعب النهاردة وتوقيتاتها والمطشاط اللي نرشحها لحضراتكم دينة مزغرب في مواجهة شلسي دي هتتلعب مبكرا شوية هتكون في ساعة سبعة إلى ربع بتوقيتنا وهيكون برضو معاه في نفس التوقيت مواجهة بروسيا دورتموند في مواجهة كوبنهاجن بعد كده كل مطشاط هتكون الساعة تسعة عندنا ريد بول سالسبرج في مواجهة الميلان سلتك في مواجهة الريال شختار في مواجهة ليبزيج واسبية أو إشبيلية في مواجهة المان سيتي اليوفي بواجه باريس وبنفكة في مواجهة ممثل الكيان المحتل يعني يمكن زي ما قلت الحضراتكم في قايمة مطشاط النهاردة فيه تلاتة من المرشحين وبقوة لتحقيق اللقب عندنا ريال مادريد هيواجه سلتك خارج الديور خارج البرنابيو هيلعف في اسكوتلندا عندنا طبعا باريس سان جيرمان في مواجهة اليوفي يمكن ده كلاش الأصعب النهاردة سيتي الباريس المدجج بنجومه واللي بقى واحد من القوى العظمى اللي ما تقدرش تستبعده في السنوات الأخيرة من أي منافسة على اللقب في مواجهة واحد من عملقة أوروبا وعملقة بطولة الشامبيونز ليجو لكن طبعا جرع عليه الزمن إلى حد كبير جدا لكن يبقى اليوفي واحد من الفرق الكبيرة جدا وعندنا سيتي طبعا في مواجهة سيبيا أتوقع أن المواجهة دي هيكون فيها كورة حلوة جدا الكلاش الأصعب هو باريس في مواجهة اليوفي الكلاش الأمتع أتوقع أن يكون سيبيا في مواجهة منشستر سيتي والتفوق أنا أتوقع السنة دي السيتي الحقيقة مؤوارد جدا جدا وأتمنى على المستوى الشخصي أنه هو يعملها في وجود هالند السيتي غير خلينا نتفق أن كورة السيتي يمكن تكون الكورة الأمتع والأروع على مستوى أوروبا كلها في السنوات الأخيرة مش بس الموسم ده لكن وجود هالند في التشكيلة أعتقد بيدي تقل كبير جدا للسيتي ويخليه واحد من أهم المرشحين للفوز باللقب لكن ما نقدرش نستبعد فرق زي تشالسي فريق زي الميلان وفريق زي اليوفي كبار إيطاليا بتاريخهم الكبير خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم حلوة أول إنفو جراف ده جاي في وقته الحقيقة لأن أنا يعني يبقى لي فترة حابب أتكلم معكم في مصطلح ابن النادي شايف أنه مصطلح محتاج لإعادة تعريف أو محتاج لعملية تصحيح يعني يمكن بالمفهوم اللي احنا شوفنا دلوقتي ابن النادي ده كان ينطبق أكتر أو كان يتفهم أكتر في وقت الهواية لكن في عصر الاحتراف أنا شايف أنه ابن النادي ليه مفهوم تاني أو ليه تعريف تاني مختلف جملة وتفصيلا هل ابن النادي هو اللي تربى في النادي وطالع من مدرس الكورة وفرق الناشئين في النادي ولا ابن النادي هو اللي مرتبط بمشوار العطاء وحالة الانتماء وحالة الحب وحالة الترابط الكبيرة جدا والبصمات والإنجازات والبطولات اللي بيحققها للنادي بتاعه بنفس المقياس ده هاللاعب زي وليد سليمان مع المشوار الطويل ومع رحلة الحب ومع النجاحات الكبيرة جدا اللي حققها وليد يعتبر ابن النادي ولا اللي تربى في النادي وجف لحظة باع وخان وغير انتماءه أين كانت المصلحة هو وليه مطلق الحرية ولا ابن النادي اللي تربى والنادي خيره عليه وكان سبب في نجاحه وكان سبب في شهرته وكان سبب في حب الجماهير ليه وفي الوقت ده ممكن يكون بيهاجم في النادي الأهلي وبيكسر في النادي الأهلي ومصلحته مع الناس اللي وقفة ضد النادي الاهلي بتحسيبها ازاي وبتقسها ازاي وبتعرف المصطلح ده في الزمن اللي احنا عايشين فيه النهاردة ازاي نروح لالشامبيونز ليج والنهاردة معايا واحد من نجومها وابطالها وتحديدا فيه نهاية 2005 النهاية الشهيرة اللي جامع بين ليفر بول والأي سي ميلان واللي نجح فيه ليفر بول في تحقيق واحدة من أصعب وأهم وأغلى الألقاب بطولة 2005 في اسطنبول طبعا نجم ريال مدريد السابق والليفر بول السابق أنتونيو نونيز هو ضفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس طبعا بشكره شكرا جزيلا على مشاركته وموافقته على الظهور معنا ورحب بيه على شاشة الاهلي في السادسة أهلا وسهلا بك أشكركم جميعا ومصرور لتوجودي معكم يعني قبل ما أتكلم على نصفة السادسة السنة يعني فيه موسمين سابقين اتقابل فيه ريال مدريد وليفر بول فيه نهائي دوري الأبطال كنت بتشجع مين وكاتميولك لمين أكتر حسن كانت مباريات كانت تضم فريقين أعشقهما كثيرا وأنا سعيد للغاية لمن يفوز سواء ريال مدريد أو ليفر بول ولكن علي أن أقول أيضا أنني منذ الصغر أنا مشجع لريال مدريد ولهذا ريال مدريد هو فريقي المفضل دائما فرص مين أكبر من وجهة نازلك مين اللي ترشحه أو الفرق اللي ترشحها مش أختار فريق واحد أو مش أحدد فريق واحد مين الفرق اللي حظوظها كبيرة لتحقيق لقب تشامبيونز ليك في الموسم الحالي أعتقد أن لا يجب أن نخرج من حسابتنا مانشستر سيتي وباريس جرمان وبالطبع ريال مدريد ربما بايرن ميونيخ بارشلونا الفرق التي تتنافس بشكل دائم على البطولة وليفر بول أيضا أعتقد أن البطل لن يخرج منهم بإزاي بتشوف بداية وانطلاقة مشوار الريال يعني البطل في آخر نسخة اللي هيقابل النهاردة سلتك خارج ملعبه هل تتوقع أنه الريال قادر على تقديم عرض قوي وبداية المشوار نحو المنافسة على البطولة بقوة ولا قد يجد بعض المعاناة سواء على المستوى مباراة النهاردة أو على مستوى لقاءاته في مجموعة نعم أعتقد أن ريال مادريد يمر بفترة طيبة يلعب كرة قدم جميلة في المباراة الأولى للليجة في هذا الموسم أظهر أنه قوي فريق قوي على الرغم من أنه فقد لعب مهم مثل كاسيميرو ولكنه في المقابل جلب لاعبين يقدمون مستوى رائع ويقدمون ما عليهم داخل الملعب أعتقد أن ريال مادريد فريق قوي ومتماسك في الوقت الحالي وسيبدأ بشكل قوي في دور الأبطال هذا بمناسبة موسم الريال في ناس كتير بتشوف أنه فلسفة الريال في التعقدات اختلفت يعني دايما كانت أهداف ريال مادريد هي أهم وأكبر الأسماء على الساحة الكروية وفي أجيال كتيرة جدا كان بيدم الريال عدد كبير جدا من النجوم الفلسفة دي اتغيرت في المواسم الأخيرة ويمكن الموسم ده واضحة جدا نجم زيت شواميني طبعا نجم مميز جدا ولكنه مش من نجوم الصف الأول راديجر ما هيش الصفقة الجماهرية بشكل كبير جدا بتشوف ده ازاي وبتشوف هل الصفقات الجديدة ممكن توصل الريال للتتويق برضو في الليجة والشامبيونز ليجة ولا لا أعتقد أن نعم أعتقد هذا في السنوات الأخيرة كما تقول الريال لم يبرم صفقات من العيار الثقيل أسماء كثيرة كما فعل في السنوات السابقة مثل كريستيانو رونالدو أو ديفيد بيكهام أو زيدان ولكن الإدارة ذهبت في الوقت الحالي أو في السنوات الأخيرة لأسماء أقل نجومية ولكنها تنضم وتندمج داخل المجموعة وتلعب داخل الفريق بشكل قوي سواء على مستوى الليجة الإسبانية داخل دور الإسباني أو دور الإبطال يلعبون سويا منذ سنوات وهذا هو الأهم طيب انتقالا لليفر بول ومشواره في البريمير ليج ومشواره أيضا في الشامبيونز ليج بس قبل ما أتكلم عن البطولة خليني أرجع معاك لألفين وخمسة بس أرجع معاك ذكريات لقب دوري لأبطال اللي حققته على حساب الميلان وإنت كنت واحد من المشاركين في تحقي اللقب ده ناس كتير جدا بتسأل إيه اللي حصل بين الشوتين شوت أول لصالح الميلان أنها بنتيجة 3-0 الكل توقع أنه اللقب ذاهب لمدينة ميلانو ثم حدثت لمنتدى لم تكن متوقعة وحقق ليفر بول واحد من أغلى ألقابه إيه اللي حصل في الفترة اللي بين الشوتين إنه سؤال لقد سألوني كثيرا عن هذا الأمر كثيرون يعرفون ماذا حدث داخل غرف الملابس بين الشوتين حقيقة الأمر المدرب أجرى العديد من التغييرات التكتيكية الخططية أعتقد أن هذا هو الأهم ما فعله وهو نقل للفريق فكرة أن المباراة لم تنتهي والتغييرات التكتيكية التي نقوم بها ستساعدنا أن نتخطى أخطاء الشوت الأول ونعود في النتيجة ونقل للفريق الثقة لكي نبدأ الشوت الثاني بالإيمان بأننا قادرين على العودة في النتيجة الهدف الأول أيضا كان مهم للغاية لأنه جاء في وقت مبكر من الشوت ولكي يكتسب الفريق الثقة وتدريجيا الفريق استعاد الثقة ونجح في العودة في النتيجة أعتقد أنه كان في التوقيت ده رافا بنيتز هو طبعا مدرهب الأسباني الشهير هو اللي بيقود فريق ليفر بول نعم خليني أشوف أو أرجع تاني ليفر بول حقيقة اللي يمكن أقدم مواسم أكتر من رائعة ما يورجين كلوب نجح في الوصول لنهاية دوري الأبطال في أربع مواسم ثلاث مرات نجح في التتويق بيها مرة واحدة نجح في تحقيق لقب البريمير ليج إزاي بتشوف بدايات اللييفر في الموسم الحالي اللي تبدو أنها يعني فيها شيء من المعاناة وهل تتوقع أنه يقدر يكمل مشوار سواء في المنافسة على البريمير ليج أو على لقب شامبيونز ليج أعتقد أن الحفاظ على المستوى كما فعل ليفر بول على مدار سنوات عديدة أمر الصعب في كرة القدم أن تنافس بنفس المستوى وبنفس اللاعبين اللاعبون لم يتغيرون كثيرا الفريق نفس على ألقاب عديدة وهذا ليس أمر صعب المدرب قام بعمل كبير من خلال الحفاظ على نفس كثافة اللاعب بنفس اللاعبين على مدار سنوات أعتقد أن هذا العام هناك تغير في المستوى بعض الشيء وحكبة هؤلاء اللاعبين بدأت في الانتهاء هناك لعبين مهمين خرجوا مثل ساديو ماني ولكن هناك لعبين مهمين آخرين في الفريق قادرين على صناعة الفريق وتحقيق النجاحات مع الفريق أعتقد أن من المبكر أن نحلل حظوظ ليفر بول هذا العام في المنافسة على البودلات رغم أنه لم يبدأ الموسم بشكل جديد ولكنه قادر على التحسن هناك هامش كبير للتحسن من أجل تحقيق نفس النجاحات سواء على مستوى البريمير ليج أو دوري الأبطال رأيك في مركاتو ليفر بول أهم الصفقات التي يمكن أن تكون مؤسرة وخصوصا طبعا يمكن نتكلم على الصفقة الأخيرة انتقال أرثر ميلو من اليوفي نجم البرازيلي طبعا من اليوفي لليفر بول أرى أن انضمام أرثر ميلو لليفر بول صفقة مهمة للغاية وسيقدم مستوى كبير مع ليفر بول يبدو أن أعتقد أن خروج ساديو مانيفي البداية أظهر للبعض أن الفريق قد يكون ضعيفا بعد الشيء ولكني أعتقد أن ليفر بول سيعود والصفقات التي أبرمها ستنضم سريعا داخل الفريق وستندمج مع الفريق لكي يقدم الفريق المستوى الكبير أعتقد أن الصفقات كانت متقاربة للغاية في المستوى رأيك في صفقة أرثر ميلو هل تشوف أنه ممكن يصنع الفريق يضيف لخط وسط يعني مدجج بالنجوم في فريق ليفر بول وسط ملعب ليفر بول متكامل أعتقد أنه متكامل يضم لعبين كثيرين وأرثر ميلو سيحسن كثيرا من جودة خط الوسط في الفريق الذي هو بطبيعة الحال قوي للغاية أعتقد أنه لعب مهم للغاية وسيصنع الفريق رأيك في مشوار محمد صلاح الحقيقة يمكن أرقامه بتعكس أنه الحقيقة واحد من أساطير ليفر بول شايف مشواره إزاي وشايف خدرته على الاستمرار والمنافسة على لقب هداف بطولة البريمير ليج في الموسم الحالي إزاي في وجود نجوم يعني كتار زي هالن طبعا زي هاري كين زي كريستيانو رونالدو زي أنتوني البرازيلي اللي انضمه مؤخرا للمان يونايتد إزاي بتشوف صلاح مع ليفر أعتقد أنه بدون أشك هو أحد أفضل لاعبي البريمير ليج دون أدنى شك وأثبت هذا على مدار السنوات الأخيرة أعتقد أنه أهم لاعب في كتيبة ليفر بول ويظهر دائما التفاني والالتزام تجاه الفريق هو لاعب يحفظ على مستوى من التواضع ولكي يقدم أداء أفضل في كل موسم وفي كل مباراة هو أحد أهم لاعبي الفريق في هذا الموسم تحديدا وهذا لم يغير من تصرفه ومن سلوكه من داخل الملعب أو من تفاني مع الفريق هو يقدم مستوى كبير وعمل كبير وأعتقد أن هذه هي الشخصية التي يمتلكها والتي تثبت أنه لاعب كبير وأنا متأكد أنه سيوصل الحفاظ على نفس المستوى لعبت في أسبانيا مع ريال مادريد واحد من أكبر وأهم عندها على مستوى العالم ولعبت في إنجلترا مع ليفر بول واحد من أقوى إن لم يكن بالفعل أقوى أقوى مسابق الدوري على مستوى العالم إيه الفرق بين الاثنين وإيه الأفضل من وجهة نظرك الليجة الأسبانية والبريمير ليج؟ أعتقد أن البريمير ليج بطولة نصق كبير للغاية نصق عالي بشكل دائم وما يلاحظ داخل الملعب عندما تنتقل من الليجة الإسبانية إلى البريمير ليج هو نصق اللعب هذا هو الاختلاف نصق المباريات أكثر هناك أكثر بدنية هناك هجوم أكثر على الدفاع على مدار المباراة في البريمير ليج هناك الحكام يسمحون أكثر بالالتحامات واللعب البدني والقوي ولهذا اللعب الذي يأتي من أسبانيا يلاحظ هذا الفرق عندما ينتقل إلى إنجلترا وهذا هو الفرق الأكبر بمناسبة الكلام عن إنجلترا وأسبانيا خليني أبدأ بأسبانيا الحقيقة يمكن سنين طويلة عاش فيها متابعين وعشاء الليجة على حالة الصراع اللي موجودة بين برشلونة وريال مدريد واللي كان بيمثلها أو بيتوجها في النهاية كريستيانو رونالدو في الريال والليوميسي في البرسا هل من وجهة نظرك أن السنائي أو الصراع اللي حاصل في الموسم بين ليفندوفسكي وبنزيمة ممكن يرجع نفس حالة الزخم نفس حالة الجذب لبطولة الليجة في أسبانيا ومين الأفضل من وجهة نظرك ليفندوفسكي ولا بنزيمة حسنا أعتقد أن هذين اللاعبين كريستيانو رونالدو وميسي صنع حقبة ستكون تاريخية في كرة القدم وليس فيه على مستوى أسبانيا فقط ومن الصعب إيجاد لعبين آخرين يتنافسان بنفس الشكل ويمثلان الكثير ويعنيان الكثير لكرة القدم أو للليجة الإسبانية على وجه التحديد أعتقد أن الليجة الإسبانية ستحتاج لسنوات كثيرة من أجل إيجاد لعبين بهذا الحجم وبهذه التنافسية والأرقام بالطبع ليفندوفيسكي وبنزيمة لعبين كبيرين ويجعلان فريقيهما أكثر قوة ريال مدريد وبرشلونة ويجذبان الجماهير للليجة الإسبانية ولكن في نفس الوقت لن يكون الأمر بنفس المستوى كما كان يحدث بين كريستيانو وميسي ولكن سننتظر سنوات عديدة لنرى منافسة بهذا الحجم بهذين اللاعبين من الأسماء التي ممكن ترشحها أو تشوف فيها أن هم سيكونوا امتداد لإسمين زي كريستيانو رونالدو وليو ميسي في السنوات القادمة من وجهة ناظر أنتونيو نونالز من الصعب معرفة هذا الأمر ولكن على الأرجح مبابي كيليان مبابي وهلند في الوقت الحالي وبالنظر لعمرهما الصغير هما يقدمان مستويات كبيرة وقدرة هائلة على التهديف قدرة مذهلة كان قرأت إحصائية في يوم ما تتحدث عن أن اللاعب وصل إلى مئة هدف بأقل عدد من المباريات نيمار ميسي كريستيانو إنه اللاعب الأسرع الذي وصل إلى مئة هدف ولهذا هو يمتلك قدرة هائلة على التهديف وبالنظر للسنوات القادمة أعتقد أنه ومبابي سيكسران الكثير من الأرقام أنتونيو نونيز نجم ريال مدريد ونجم ليفر بول شكرا لك على مشاركتك معنا في السادسة وكل التوفيق طبعا لريال بما أنك من المشجعين وفي بطولة الشامبينز ديج قبل ما أروح لفاصل هبدأ أو هرجع مرة تانية الموضوع اللي بدأته مع حضراتكم واللي سؤالنا موجود على السوشال ميديا لغاية لوقتي وهستعرض إجابتكم ورأيكم في الموضوع مع ديفي النهاردة في السادسة كابتن أحمد نخلة لكن الحقيقة حابب أتكلم معكم والسؤال كان مرتبط بفكرة المراكز ليه قلت المراكز؟ لأن الحقيقة أنا بتابع بحكم شغلي كنت زمان بتابع على مطشوات الأهلي بس وممكن أتابع الفرق اللي ممكن تكون بتنافس الأهلي على أمل أنها تسخط في خسارة أو في تعادل لكن بقية المطشوات ما بتفرجش عليها زي معظم جماهير الكرة في مصر النهاردة بقية بتابع بشكل أكبر شوية وبقية بتفرج على مطشوات تانية كتير منها ببص على لعيبة ممكن تبقى من وراء فريق ممكن يكون بيقدم كرة كويسة عشان أعرف أتابع وقايم حتى الأهلي هو بيواجه الفرقة دي ممكن يكون بيلعب معها إزاي وخليني أقول لكم بمنتهى الصراحة أنه بعد متابعة الموسم الأخير ده الحقيقة يعني ده وجهة نظر الشخصية ما فيش لعيب نور في الدول يعني ما فيش لعيب تقدر تقول عليه الفلتة اللي ممكن لو موجود في فرقتك أو أنت شخصيا تتمنى أنه موجود في فرقتك ممكن يصنع الفارق أستثني من ده وإحنا بنكلم كرة دلوقتي بنشارع يوزيزو دول اللعيبة اللي ممكن تحس أنهما لعيبة قادرة أنها هتصنع الفارق مع هذا ذلك في كل المراكز الأهلي الحقيقة عنده أفضل سكواد عنده أفضل الأسماء في كل المراكز اللي موجودة في المراكز وما فيش اسمه ممكن تطرحه في أي فريق في أي فريق من السبعتاشر فريق اللي موجودين في البطولة ممكن يبقى أحسن أو أعلى أو يسيبك من المقارنة ممكن يعمل الفارق في وجوده مع نادي الأهلي عشان كده كانت بالنسبة لي علامة استفهام أنه الأهلي اللي ما يفكر في خمس أو ست لعيبة في المراكز الحالي من السوق المحلي نسمع أرقام فلكية أنت بتتكلم تقريبا في خمس أو ست لعيبة لن يصنع الفارق لعيبة كويسة ما بقللش من إمكانياتهم ولا من قدراتهم لكن اللي أصد أقوله أنه مش هيبقى أضافة واللي موجود عندك ممكن يبقى زيه وممكن كمان يبقى أحسن منهم لما تشوف إجمالي المبالغ المطلوبة سواء في أموال مباشرة أو في صفقات لعيبة ممكن تتم بالتبادل أنت بتتكلم تقريبا عن نص مليار جنيه يعني بتتكلم في حدود ربعمائة خمسمائة مليون لما تيجي الترجمها النهاردة بلغة السوق دولار يعني بتتكلم في حوالي تقريبا يعني خمسة وعشرين مليون دولار أنت عارفين الأهلي بخمسمة وعشرين مليون دولار ممكن يعمل إيه عارفين كواليتي اللاعيب ده لو في بيه بجت موجودة من أهلي ندفع خمسمائة أو ربعمائة خمسمائة مليون في شوية الأسماء اللي حضراتكم شفتوها أو تبعتوها سواء كترشيحات أو فتح باب مفاوضات أو مطالبات رسمية للأنداة بتاعتهم عارفين الأهلي لو معاه خمسمة وعشرين مليون دولار ممكن يجيب مين عارفين الأسماء اللي ممكن تكون بتلعب في الدوري المصري مدفوع فيها 25 مليون دولار ممكن تبقى إيه؟ تبقى إزاي؟ تبقى كواليتي إيه؟ القصة تانية خالص والأهم من ده ثق تماماً أنه 90% من لعبة مصر عايزة تلعب في الأهل خد بالك لعيب الكرة مش موظف لعيب الكرة مش فكرة عقد وكم موسم وتلعب كم مطش لا فيه تموح فيه رغبة في إثبات الزاد فيه رغبة في تحقيق بطولات فيه رغبة في أنه يبقى فيه مجد يبقى فيه تاريخ ده الأحساس الطبيعي عند أي لعيب كورة بيلعب عايزة بقى فيه قاعدة جمهرية وورا منه بتهتف بإسمه عايزة بقى بيشارك في بطولات كبيرة عايزة بقى بيحقق ألقاب كبيرة ما تقوليش دوري وكاس مع كامل التأدير والإحترام للمسابقات المحلية يعني أنا مش بقلل منها لكن في النهاية المجد والتاريخ بر مصر المجد والتاريخ في بطولة كاسعالم المجد والتاريخ في بطولة دوري أبطال المجد والتاريخ في بطولة سوبر على أقل أفريقي وده صعب قوي 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 تحققوا بره جدران القلعة الحمراء عشان نبقى واضحين ونتكلم بمنتهى الصراحة وأي لاعب جات له فرصة أو سمع أنه الأهلي طلبه أو أنه الأهلي عايزه صعب جدا 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 يكمل بره الأهلي ولو ما جاش النهاردة هيبقى عنده رغبة أنه يجي بكرة ولو ما جاش النهاردة وهو عارف أنه كان ممكن الموسم الجاي يبقى بيلعب مع الأهلي في تشامبينز ليج ومن بعده في سوبر ليج ومن بعده جدا وممكن اللي جاي كمان في كاسعالم ما تتوقعش منه نفس المرضود الحالة النفسية التركيز المود ممكن ينجح وممكن لا لكن في النهاية الأهلي ما بيقفش على حد وأنا قلت لكم أنا رهاني الموسم اللي جاي على الصفقات اللي جاية من بره لا أكثر ولا أقل ومرحبا طبعا بأي حد هينضم النادي الأهلي من جوة ده مش تقليل من الإمكانيات لعبتنا لكن الحقيقة المفرقة أو اللي غير منطقي أو غير مفهوم أو غير مقبول كان بالنسبة لي تلع أرقام الفلكية اللي بتقترب الحقيقة من أهم وأكبر الدوليات في العالم لكن الكرة إيه؟ الكرة قصة تانية خالص خلينا نروح لفاصل ونرجع لإستقبل ضفنا ونجمينا النهاردة في ساديسة كابتن أحمد ناخل الأهلي ما بيقفش على حد التاريخ علمنا كده يعني مش بس في قصة مركاته وانتقالاته ومين يجي ومين يمشي لكن الحقيقة حتى في قصة أساطير كبيرة جداً كانت موجودة في النادي الأهلي كانت مؤسرة جداً وكانت جمهور بعشاء التراب اللي بتمشي عليه وبطلت كورة ومع ذلك لا الأهلي بطل يفوز ولا أهلي بطل يكسب ولا البطولات بعدت عننا بالعكس الحقيقة الأهلي زي ما عودنا طول عمره الطريق واضح والأسس اللي اتحطت عليها القواعد اللي ماشي عليها النادي الأهلي في مختلف الرياضات هي السبب الرئيسي ويمكن بفتكر هنا كلمة عمر السلية اللي يجي يجي واللي يمشي يمشي الأهلي دايماً هو رقم واحد وممكن أعدلكم أسماء كتيرة جداً لأسباب كتيرة مختلفة سواء كان عن رغبتهم أو عن رغبة أنديتهم ما حصلش نصيب وجوم النادي الأهلي تعالوا بفتكر ونشوف كانوا فين وبقوا فين المجد يصنع داخل القلعة الحمراء خلينا ندخل في موضوع الميركاتو وندخل في موضوع المراكز وأنا يمكن شرحت لكم موجة نظري والأرقام الخرافية الغير منطقية والغير حقيقة موضوعية خالص اللي اتطلبت من نادي الأهلي هم تكلم في نصف مليار جنيه مين في مصر يستاهل أربع أو خمس أسماء تاخد نصف مليار جنيه ونصف مليار جنيه دولار فكرت فيهم في الصفقات الخارجية هجيب بهم محترفين أجانب يعني هجيب لعيبة كواليتي عاملة إزاي وأسماء عاملة إزاي خلينا ناخد رأي نجمينا وضيفنا النهاردة في سادسة كابتن أحمد نخلة مساء خير يا كابتن أحمد مساء النور يا أبو حميد طبعا سعيد بوجود مهاتك الله يخليك دف نورك طبعا دياما متقلق وفي البداية طبعا أحب طبعا أنعي شقيقة كابتن محمود الخطيب ربنا رحمه ربنا رحمه ويقف الله وسكنا فهي جنات وكمان والد طبعا أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بنادلاء لـ يا ربنا رحمه وانا بعذي كابتن خطيب الحقيقة في كل مناسبة يعني مش بس في وانا بقدم واجب العزاء في شقيقة كابتن محمود الخطيب في كل مرة بقابل الرجل ده يعني طبعا اللي راح هناك شاف المشهد حالة حب مش بس من الأهلوية الناس كلها وده مش مرتبط بمحمود الخطيب لعب الكرة أو نجم الكرة و أسطورة النادي الأهل لكن مرتبط الحقيقة بالخلوق مرتبط الحقيقة بالمحترب مرتبط الحقيقة بابن الناس محمود الخطيب الحب ده الحب اللي أنا شفته في عيون الناس ده مش قصة كرة ومش قصة أسطورة كرة في النادي الأهلي ومش قصة رئيس النادي الأهلي لكن قصة حب وعيش لحالة من الأخلاق والأحترام نتمنى أنها تسود في الوسط كله وكل مرة بسأل نفسي وأنا بكلم معي أو أنا بقابله يعني كل النجومية دي وكل النجاح ده كل حب الناس ده إزاي مع هذا الكم العنيف من التواضع يعني في ناس وصلت لنص موهبة كابتن محمود الخطيب كانت بتمشي على الأرض تحس أنه ما فيش حد رجل حقيقة في منطقة التواضع في منطقة الأخلاق ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها آمين يا رب طيب نبتدي بالمراكز الحقيقة النسي طبعا اليومين دوله قبل المعسكر ما يبدأ بأيان بسيطة كابتن أحمد بتتابع وشغلة نفسها بالأهل محتاج إيه ومين جاي ومين مش جاي إزاي الأول شايف ظروف المركاتو هل بتصوف أنه الأهل يتأخر فأنت قلقان ولا الأهل مش محتاج فأنت متطمن شايف تفاصيل المركاتو إزاي أول حاجة طبعا يعني كما نطيق طبعا أن جمهور الأهلي يكون الآن طبعا نادي الأهلي نادي كبير طبعا بالبطولات والتاريخ والأرقام كل كل الإحساب بتقول طبعا يعني جمهور نادي الأهلي لازم يخاف على نادي الأهلي وعلى لعبته طبعا لكن أنا أحب أطمن الناس طبعا طمن الجمهور أن الحمد لله رب فيه إدارة حكيمة إدارة عندها رؤية إدارة الحمد لله يعني بتاخد وقتها في اتخاذ القرار وأعتقد كمان أن اللعيبة اللي موجودة أنت عندك أنت عندك سكواد قوي جدا موجود أنت عندك بالطبع عندك فريق موجود اللي هم بيأخذوا راحة دلوقتي يعني أنا أعتقد يعني الحمد لله إحنا يعني محتاجين عناصر يادوب ثلاث أربع لعيبة في مراكز معينة وأقولهم لحضراتك كمان شوية لكن أنا عندي قوام فريق أنا عندي سكواد قوي ده أنا متكلم متكلم في الشنوف على لطفي في المنصف الشبير أنا عندي حرص المرمى عندك من ناحية المرمى كمان عندك بتكلم الحمد لله أقرم خلاص بدأ خلاص يعني عندما يخش في بداية المعسكر الـ 18 أعتقد أقرم طوفي بتكلم على محمد هاني بتكلم على عكريم فريق الفرقة راجع يوم 11 قبل الصفر يعني تمام الصفر يوم 18 إن شاء الله بتتكلم دولتي أدي إن شاء الله ناحية المرمى أنا مش محتاجب بكرايت بتكلم على السردبكات عندك محمد عبدالنينم عندك ياسر إبراهيم رامي ربيع عندك رامي عندك محمود أيمن أشرف يعني أعتقد شوف الكم اللي موجود يعني يمكن أنا كنت حتى على بدر بنون أنا من أشد المعجبين جدا جدا بأداء بدر بنون يا أحمد لسبب واحد وهو إن هو من اللعيبة اللي بيعرف يبني من تحت بشكل سلس وبشكل سليم والكرة بتطلع من الرجليه بشكل ممتاز فهذا مهم جدا يكون موجود أعتقد محمد عبدالنينم بيقضي الدور كويس بس أنا برضو محتاج حد بقيمة بدر بنون في المكان متولي لو فورما وجاهز أنا بشوف متولي الحقيقة من العيب يعني بصرف نظر عن الركان على مدافع العيب كور يعني بشوف متولي الحقيقة لو بدني يواقف على رجله أعتقد برضو ممكن يلعب الدور بشكل جيد إن شاء الله لو فتتت الإعداد مع مباردات ودية تقدر تقف فدنيا بشكل كامل يعني خلينا نروح ناحية الشمال عند علي معلول ودي المشكلة أنا عايز أتكلم فيها يعني أنا مثلا موجود علي معلول أنا عايز أجيب حد بقيمة علي معلول ماينفعش أجيب علي معلول واجيب مثلا واحد علي معلول مثلا عندي 100% ماينفعش أجيب باكليفت مثلا 50% مش هينفع علي معلول لو ما شافش اللعب اللقاعد بره احتياتي ده أول اللي موجود ده لعيب بيموت نفسه بيقاتل وقريب جدا من مستوى علي معلول صدقني صدقني علي حتنين نفس بلعب أساسي خلاص مكاني ومحجوز لا لازم حد يكون قريب من علي معلول حد يكون بقوة علي معلول دي مهم جدا لما يكون في اتنين يا أحمد في مركز تمام والاتنين بين نفسوا بعض ده فكرة انو الشباب يشاركوا يعني بشوف ناس كتير جدا وانا كمان الحقيقة عجبوني يعني شايف قمشتهم كويسة جدا وممكن تراهن عن الاتنين رقفة خليل ومحمد أشرف كويس وانا برضو ارجع لك برضو في محمد أشرف طبعا انا بتكلم في النادي الأهلي النادي الأهلي يا أحمد انت داخل في كام بطولة تداخل في أفريقيا داخل في كاس داخل في دوري داخل ان شاء الله بإذن الله بإذن الله يعني داخل في سوبر أنا متكلم انت عندك بطولات كتيرة محتاج لعبة كتيرة تمام محمد أشرف لعيب كويس عنده مهارة صغير في السن ممكن ييجي تمام انت انا محتاج لعيب جاهز انا محتاج لعيب جاهز تقول لك حاجة اي من أشرف انا برضو ممكن اي من أشرف ممكن رفع عليك لماذا ما هيأشي اي من أشرف ان يكون باكلف مع علي معلول مثلا والحمد لنا عندي كم كبير من السردباكات في وجود برضو لعب محترف بقيمة بدر بنون مش عايزين ننسى تمام ليه اي من أشرف انت وزيفش يبقى تلفت مثلا يقرب يقرب من علم علول ودي حاجة كويسة جدا اي بس انا عايز افكرك بأسماء كتير جدا خد بالك برضو انه تجربة الولاد دول يعني كان صعب جدا انك تقيمها لانهما كلهم طلعوا مع بعض تمام صح لكن على مدار التاريخ في اسماء كتيرة جدا من اول ما طلعت انه هي في سنة صغيرة جدا قصرت الدنيا عشان كان بتلعب مع الكبار يعني انا افتكر على سبيل المثال مش على سبيل الحصر سبكوا من جيل الكسبة 84 اللي هما الشباب طلع مع تاولة الزمالك وكسبوا وكملوا وخدوا البطولة لك انا بكلم على الحالات الفردية اهشام حانفي مثلا لعيه بتلع صغير لعفوسة الكبار كان نجم اتولد نجم ممتاز إبراهيم سعيد طلع من الفريد الشباب هادي خشبة نفس الحكاية وغير محسام عشور مثلا يعني في لعيبة طلعت كابتن هاني رمزي مثلا من جيل كاس على المساين نموذج كما انت بتقول يا احمد زياد طارق خامج زياد طارق نفس الحكاية كنا لسا بتكلم انا وكابتن احمد نخلف الفاصل زياد لو عمل لو عمل فتت عدد كويس قوي قوي مع الناد الاهلي وطبعا المعسكر الخارجي ده هيفرم عكتر جدا اي انت طبعا عايزة اولا انت رايح تلقب برضو بي اس بي اندهوفن ده فريق قوي جدا طبعا واحد من اكبر ثلاث فرق هنا برابع ليك فبرضو انت بتتكلم مثلا انا على ايكس واندهوفن وفاينيرد وعيندهوفن برابع ليك بنفسه بعض فطبعا المعسكر الخارجي ده هيفرق جدا جدا مع واحد زلزاد طارق تمام واحد مع احمد سيد غريب اتمنى يا رب يكون موجود ليه الامكانيات والمواصفات بتاعت احمد سيد غريب ده مهاجم انا لازم لازم احافظ على ده تمام لان انا بابني عندي مهاجم يعتبر من ابن النادي يعني احمد سيد غريب من ولاد النادي من ست سنين ووفي النادي طبعا والده سيد غريب طبعا كان لائمانا في سعينات طبعا كان برضو مهاجم كايسوه مدارف مقطاع لكن الامكانيات دي والمواصفات دي تمام والولد دوت مبارات الاتحاد لما فيه هدف جابه يا احمد جابه يبراسل الهدف يبراسل الهدف يبراسل الى موقرني بالكابتن طبعا لنجم الكبيري كابتن عميان شاو تمام ده ده قرار اللعيب الصغار ده لما ياخد قرار بيحرز هدف بالشكل ده ده لعب مميز ده لعب أنا لازم أحافظ عليه تمام لازم أستثمر فيه أنا ممكن هطلع عارات أنا معنديش مشكلة هطلع عارة الى خمس ستة لعيبة يطلعوا برا وينضجوا ويلعبوا ويرجعوا لي تاني باش مشاك ده السمار طبعا للنادي لكن واحد زي ده أنا عايز أحافظ عليه زياد طريق ان شاء الله بإذن الله برضو أتمنى يكون موجود طبعا إن شاء الله يكون موجود دول أعتقد ان هما مع محمد أشرف كمان لو إن شاء الله فيه إمكانية يتواجد انت التلاتة دول لما يدخلوا في عناصر الكبيرة اللي موجودة السولية وديانجة وحمد فتحي وقابشة وحسين الشحات وطهر لما يرجع إن شاء الله كل المجموعة دي لما واحد أو اتنين يخش مع المجموعة الكبر هيشروهم وهيعلو معهم فهدي مهمة جدا فيه أسماء هرجع للصفقات الأجنبية بس خلينا أتكلم على المحلي الأول فيه أسماء اتطرحت أول أنه قال أنه الأهلي مهتم يعني مش هقول أنه فيه مفاوضات والجمهور ابتدى يتابع أسماء كثيرة في بعض قمدية الدول السنة دي واضح أنه فيه حالة غضب من جمالين النادي الأهلي نتيجة المبالغات الغير خلينا أقول غير موضوعية أو الغير منطقية اللي إسمعناها عشان اللعبة دي تيجي النادي الأهلي شايف ده ازاي وخصوصا أنه فيه أندية منها علاقات الأهلي بيها أو أنه الأهلي ساعد الأندية دي في بداية مشوارها سواء عن طريق صفقات أو إعراض بشكل جاد جدا فبالنسبة للجمهور الأمر بقى غير منطقي وبقى فيه يعني نوع أنا أسف فيه نوع من الحساسية من جمالين النادي الأهلي تجاه النادي دي دي والله شوف يا أحمد أنا أعوذ لك حاجة هو سوء أنا فاهم طبعا طبعا عرضه طلب هذا بروفشنان أنت محترف دلوقتي أنا أعرض عليك أحمد أنا أعوذك معي في النادي وأعوذ أنت مثلا قيمتك عندي مثلا عشر قروش والله أنا أعوذ خمس وعشر خلاص شكرا أنا أحترم رأيك وأحترم رغبتك أنا أعوذ لعب معين أنا أعوذ أنا أعوذ أعوذ لعيبة كثير كويسة يعني كناريا عمر السيسي بوبو أسامة جلال عمر كمال عبدالواحد يعني في لعيبة أنا ممكن أعدي لك عشر خمس وشهر لعيبة كويسة لكن هو السؤال هيجي عندي هيعمل فارق هيجي عندي يبقى أعلى من اللي عندي ده اللي أنا أقول لك عليه ما شوفتوش السنة دي في الدول هيا نحن بس خلينا نتكلم بشكل موضوعي تمام لأن الموضوع تمام جبت أربع خمس صفقات النادي الأهلي مش محتاج أربع خمس صفقات النادي الأهلي محتاج لاعب بمواصفات معينة محتاج لاعب بيلعب على البطولة محتاج لاعب يتحطي تحت ضغوط محتاج لاعب يتحطي تحت ضغوط الجماهير لما مثلا موفقناش مثلا تعديلت في مباراة أو خسرت بطولة أنت مطالب بأمور كتير جدا فأعتقد يعني النادي الأهلي اللعبة دي لمواصفاتها دي لازم يكون أجنبي أنا عايز لعيب سوبر أنا هجيلك في الأجنبي بس أنا كنت رب أقول لك ده لأنه لما تيجي تحسب يعني من وقع الأرقام اللي سمعناها يعني في أربع خمس لعيبة مش أكتر من كده أربع خمس ست لعيبة بالكتير طبعا أنا أقول لك حاجة اطموح أي لعيب في الدولة المصري تمام أن يجي الأهلي طبعا طيب برابا عليك هي دي فيها نقاش اسأل 90% من لعيبة مصر عايزة تلعب في الأهلي و10% عايزين لعيبة بالزمالك لا خلينا لأمانة يا أحمد أنا كنت بسأل السؤال أنا كنت بسأل السؤال هو لعيب الكورة موظف يعني يمضي عقد ويشارك في 34 مطش في الدورة هو لعيب الكورة عايز مجد وعايش شهر وعايز بطولات وعايز ألقاب أكتر حاجة في مصر أكتر مكان في مصر ممكن تحقق فيه ده فين الطموح الحقيقي في النادي الأهلي بالضبط كده بطولات وإرقام وإحصائيات وكمان تعمل تاريخ لنفسك وبتنجح وبتاخد بطولات أعتقد أفضل منظومة راضية في مصر أنا بالنسبة لي يعني يوجد نظر شخصية طبعا ندي الأهلي لكن فعلا أي لعيب يعني بتكلم على الدورة لمصر بشكل عامل أمانة لأمانة لما نتكلم كل لعبة مصر تجتهد عشان تروح فين قبل منتخب مصر طبع رقم واحد لكن بتتكلم على أهلي وزمالك رقم واحد ندل أهلي رقم واحد ندل أهلي الجيل ده ماشي ما أنا أتكلمك بس عشان ما نظلمش اللي بيلعب النهاردة اللي بيلعب النهاردة كابتن أحمد كورة في مصر عنده من 20 ل 25 سنة شاف الأهلي بيوتاك ببطولة أفريقيا كم مرة شاف الأهلي بيلعب كس العالم كم مرة مع كامل الاحترام طبعا الزمالك ندي كبير ما حدش قدر يقلم من تريقه طبعا سيد زمالك ما عملتش حاجة في أفريقيا بقاله 20 سنة يعني باستثناء بطولة كونفدرالية أعتقد خدوها 2016 لكن في دولة الأبطال ما عملتش حاجة كاس عام أندية ما شاركش فبالتالي لما تيجي تسأل لعيب كورة اللي عنده طموح حقيقي طموح أنه يعمل اسم يعني سبك من قصة المادة والفلوس لكن لعيب الكورة اللي عايز يعمل مجد أو عايز يعمل مشوار وبطولات اسم يعيش به طبيعي جدا يفكر في نادي الأهلي صح أو غلط طبيعي ومش مجملة والله بجد مش مجملة عشاننا موجودين وننتمي من المنظومة أبدا والله سيديني واللي عنده رأي غير كده أهل وسهلا بي نتكلم كلام منطقي وواقيعي جدا جدا يعني بدون مبالغة بجد هو النهار ده أي لعيب كورة هيعرف أنه الأهلي مهتم بي وأنه عقده مع نادي ممتد فالنادي مش عايز يفرط فيه أو أنه نادي طلب مبلغ الأهلي تأثر دي تنعكس عليه في الملعب في مشواره معنا دي نحن نبعاد ليه نحن نتكلم على وليد سليمان 11 سنة في النادي الأهلي 21 بطولة تمام وليد سليمان كان قبل يمش من إنبي عمل مشكلة كبيرة جدا جدا لحد ما قاتل عشان يجي النادي الأهلي وده نموذك جدا جدا وليد مش عايز أقول لك يعني يعني في صراحة يعني أنا بتقول يعني من خلال برنامج السادسة ونادي الأهلي قادرة الأهلي أتمنى يا رب أن يا وليد إن شاء الله بإذن الله يكون له مكانة كبيرة إن شاء الله في النادي الأهلي كادر ومحترم إن شاء الله إن شاء الله طيب خلينا نسمع كمان رأي الناس إيه لأنه جمهور برضو جزء من القرار ورأيه في اللي بيحصل ورأيه في اللي جاي مهم جدا هستعرض معك جزء من إجابات الناس على سؤال حلقة النهاردة إيه رأيك في المركز الأهلي محتاج يدعمها بس خلينا نروح لفصل ونرجع نشوف الناس قالت إيه طب قبل ما أدخل واستعرض إجاباتكم أو ردودكم يعني على سؤال حلقة وأسمع تعليق من كابتن أحمد نخل عليها عايز أتكلم معها بس الأول في الصفقتين اللي أنا أو التلاتة محدش عارف هما يتنين يتلاتة لكن محدش عارف هترسى على إيه لكن يهمني جدا نتكلم معها في الصفقات الأجانب سواء أفرقى أو سواء من أمريكا اللاتينية أو سواء من لعبين ممكن يكونوا أفرقى برضو بس بيلعبوا في دوريات أوروبية إيه طبيعة الملكز لو عندي صفقتين أركز على أي مركزين في الملعب وإيه شكل وكواليتي اللعيبة اللي بينتظرها كابتن أحمد نخل في الموسم الجديد الأجانب كابتن أحمد طبعا خلينا نتفق بس يا أحمد إن اللعيب المحترف ده الأجنبي ده اللي جاي طبعا لازم يكون لعب سوبر أول حاجة كواليتي بتاعه عالي جدا جدا طبعا كل حاجة طبعا بيبقى السفي بتاعه والسدي تمام وإيه يعني إمكانياته ومهاراته وإيه مثلا البطولات اللي خدها مع فرقته أو مثلا وكمان لازم يكون لعب دولي خليني بس أركز معك في دي لازم يكون لعب دولي انتعلي معلول عندك لعب منتخب التونسي عندك ديانج لعب منتخب مالي عندك لما بدر برنون كان موجود لعب منتخب مغربي تمام برستاو وحتى ميكسوني كان دولي ميكسوني بردو فريق موزنبيق كل اللعبة اللي عندك دولية اللاعب اللي بيجي لك دوت طبعا أنا بقول المحترف ده لازم يكون أفضل من اللاعب اللي عندي تمام لازم هو كده كده لازم هيضرفني تسمح لي أقول شيئا بينك حسين أنا شايف أنه أنه اللاعب أو الصفقة الأجنبية اللي جاء نادي الأهلي مش لازم تكون أحسن من اللي عندي لازم تكون أحسن من كل اللي موجود في دولة المصر مهمة جدا برابع عليك أنا حتى موضوع المبلغ أو السعر القيمة المادية لللاعب المحترف مش هتفرق كثير لسبب أنا جاي أعاوز أجيب لعب مؤثر ولاعب مميز المحترف ده لازم يكون مؤثر ومميز عشان هفرق جدا جدا مع فريت نيد الأهلي أنت بتحطي تحت ضغوط هو بتحطي تحت ضغوط اللاعب المميز ده بتحطي تحت ضغوط اللاعب الأفريقي دوت مثلا محطوط تحت ضغط جماهيري ضغط إعلامي مهم جدا يكون عندي مؤثر ما ينفعش أجيب لعب محترف وقعد احتياطي أنا سستفد إيه قبل كده يعني كل الاحترام اللي مكوسوني طبعا لكن مكوسوني جات فترات كان بيقعد احتياطي ما ينفعش يا جماعة لا يجوز اللاعب المحترف ده وترقم واحد بتحط في الملعب هو ده جاي قوة ليا أفضل من اللاعب اللي عندي أنا بقولها تاني وأنت وليس أهلا يا أحمد لا أفضل من اللاعبة اللي موجودة صح أنا مستوى منافستي اللي ببص عليه أفريقيا وكاسر عالي بالضبط صح يعني هم دول بقوا منافسين لأهلي لما كسبت بقى المراس بطل برازيل لما كسبت الدحيل القطري لما كسبت الهلال السعودي لما كسبت مونتري المكسيكي مش دول أبطال قرط يعني مش ده مستوى الفرق اللي بيوجه نادي الأهلي وبالتالي أنت بتكلم على الأربع فرق دول القيمة التسويقية فيهم كلهم هلال دحيل فالمراس مونتري أعلى من نادي الأهلي بمراحل طبعا طبعا فبالتالي لما أتكلم على كواليتي لعيب أنا أحتاج أجيب لعيب في نفس الكاتيجري دي في نفس الفئة دي عشان أنا مستوى نفستي الجمهور الأهلي يخذ بالك ما بقيتش البرونزيات فرحوا مظبوط صح ولا إيه يعني خذ بالنزية تانية عظيم فهم لكن نفسي أخذ فضية فمستوى المنافسة بيعلى لما خسرت أفريقيا في المباراة النهائية مش في دول المجموعات ولا في المراحل الإقصائية في مباراة النهائية وإنت واخد قبلها على طول اثنين أفريقيا الناس زعلت طبعا طبعا أنت متخيل العقلية أو المنتاليتي بتاعتمار الأهلي بقيت عاملة ازاي فبالتالي أنت عايز توصل لليفل الوحش عشان كده أنت لازم تركز قوي قوي في اختيار اللعبة المحترفين تمام وبصفة خاصة جدا لازم يكون المهاجم ده سوبر بشكل غير عادي صحيح الكوالية بتاع اللاعب لازم يكون كل مميزات المهاجم تكون موجودة فيه إن القناص إنه هو في التحمد قوي إنه هو بيستلم تحت ضغط إنه عنده حلول إنه عنده مهارة إنه عنده مروغة كل الأمور ده لازم تكون موجودة فيه صدقني صدقني لكن أنا بتكلم على العين الكواليتي أنت لازم نقي كواليتي كويس آخر سؤال في الحتة دي لو بنقرب بين إيفونا فليكس فلافيو مين الكواليتي أو مين اللاعيب اللي تتمنى يكون فيه لعيب شعبه فلافيو طبعا فلافيو طبعا فلافيو طبعا فلافيو كانت بداياته لو تفتكر صعبة جدا صعبة جدا كنت حتى كان فيه كلام مع حد إعلامي قلت له أنتم مسكتوا فلافيو أحوالي 6 شهور بهدلتوا وكمنوا الجزئة عند رؤية وبعد كده عيلي عيلي مع استمرارة أداء ورقم بس إيفونا بالنسبة لي برضو كان لعيب كرة ومهاجم لا يشق له وبرزا كان كواليتي حقيقة محترمة طيب خلينا نروح مع حضرتك ومع متابعينا مشاهدي السادسة يمكن خلينا أقول طبعا أنا لازم نيابة عن يعني كل العاملين في قناة الأهلي بشكل عام وكل العاملين في شركة بريزنتيشن لايف وزميلي في برنامج السادسة نتقدم بواجب العزاء طبعا لأمير توفيق مدير التعقدات في النادي الأهلي في وفاة المخفور له وبإذن الله طبعا سيد محمد توفيق محمود صبري والده وزي ما حضرتكم شايفين طبعا يعني كل الشخصيات وكل المسؤولين في النادي الأهلي بيقدموا واجب العزاء أمير طبعا بيتلقى من أستاذ جمال جبر واجب العزاء كابتن محمود الخطيب يمكن كان في المشهد من أو في مقدمة الناس اللي بتقدم واجب العزاء كابتن إسلام الشاطر طبعا كل الناس الحقيقة موجودة بتعزي أمير توفيق يعني نتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل مثواه الجنة ولأسرته الكريمة طبعا الصبر والسلوان طيب نرجع لموضوع الصفقات قلت لي أنك أنت بترغن في صفقة الأجنبية الأولى على رأس حرب طبعا لو عندك صفقة تانية واحدة بس بالصفقتين لو عندك صفقة تانية واحدة بس تفضل إيه المركز يصنع العاب جناح ولا مدافع زي ما قلت لي في الأول والله يشوف الأجنحة عندنا حوالي أحمد عبدالقادر وعندنا طاهر وعندنا حسين الشاحات طبعا أنت محتاج جناح طبعا بس عندنا برسيتاو لسه وبرسيتاو لسه لكن لا أعرف الآن الأمانة لأحد الآن موقف لأنه هو يعني يفكر كثير ولمش عارف الفترة الخيرة كان كبير جدا عليه وعلى تفكير أن أنا لعبة لعبة مباردية طبعا عزر التاح يعني مش عارف لكن خلينا نقول لك برضو إحنا محتاجين بليميكر واحد قوي جدا جدا تمام محترف لأن برضو أفشة تمام أنا برضو عايز أفشة عايز برضو يعني أفشة وعنده مهارة لكن عايز حد برضو يكون موجود في المكان ده لأن ده هو يعتبز العقل المفكر للفرقة ده ممكن أنت ككوتشي جاي عاوز المدرب يشوف القوام بتاع الفريق يدور على اللعيب الموهوب اللعيب اللعيب عنده مهارات الحريف اللي يبقى عنده رؤية اللعيب ده ممكن المدير الفني جاي لعب طريقة 4 4 2 يغير فكره وانا بحط طريقة لعب على أساس على إمكانيات اللعيب 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 الموجودة على ماشاء عندي لما أنا أجيب واحد بالإمكانيات والمهارة أخليك تلعب 4 2 3 1 وانت مرتاح اللعيب اللعيب الرقم 10 مثلا واحد يقيم أفش بس يكون يعني مش عايز يقولك محترف طبعا يعني هيعمل لك كل حاجة في الكورة هيوصل الجناحين هيعمل الزيادة هيبقى عنده حلول لما فرق مثلا بتلعبك وبالدافع وعملك تكتل دفاعي الحلول الفردية تبقى مروغة تبقى مثلا اختراق من العمق السلام وتسليم مثلا يبقى تسديد من بره من خلج 18 مسافات بعيدة مثل ديانج والسولية أنا عاوز حد بقيمة اللاعب ده يكون موجود أنا مش بقلل من قيمة أفش الحمد الله برضو العيب كبير وعيب موجود وكان عنده عرض أعتقد في تركيا وتم رفضه لأن العقد المادي مش قوي وبصراحة برافو ما فردت في أفش طبعا لعبهم عندي لكن أنا عايز حد في المكان ده كويس جدا حد يكون مؤثر يعني اخترت بلاي ميكر وراس حرب بالظبط كده لما تقول يعني عايز مثلا انجرح أجيب من مصر يعني كلمت أبل كده على أحمد رفعت لعب مميز ولعب مؤثر ولعب عنده استمرارية أداء من قيم اللعيب يا أحمد صدقني مش بمرة ولا اتنين بقيم اللعيب باستمرارية أداء بمستوى ثابت تمام بخبرات بقرارات تمام بمهارة بسرعة أعتقد أحمد رفعت عنده كل الأمور دي وأعتقد النادي اللي كان دخل في المفاوضات الفضل اللي فاتح في أحمد رفعت خلينا نشوف رأي الناس قالت إيه يعني تعالوا نشوف كده نستعرض جزء من هنحاول ناخد يعني الجزء الأكبر من ردود الناس على سؤال حلقة النهاردة مين أو إيه هي أكتر المراكز الأهلي من وجه نظركم محتاج يدعمها في بداية الموسم الجديد نشوف مع بعض محمود سليم بيقول الدعم الوحيد اللي كان محتاجه الأهلي هو الراحة فقط ودعم الجمهور ومدير فني جيد عندنا أحسن لعيبة في مصر الكلام ده قالهولي كابتن أحمد ناخل قبل من ابتدي الهوى كان نفس رد وقال أنا همني جدا الصفقتين الأجانب يعني محمود منتفق معي حضرتك كابتن أحمد محمود محمود وليد ظاهر الجناح الأيسر سوبر قلب الدفاع صنع ألعاب بك شمال بديل لعلي معلول يعني عايز أربع صفقات يعني بقى صعبة لو بنتكلم مع الصفقات الأجانب يعني بشوف أنه صعب وأنا بالنسبالي يعني يمكن كابتن أحمد ناخل قال أو ركز بشكل أساسي على الرأس الحربة وعلى بلاي مايكر وقال لو في صفقة ثالثة تبقى مدافعة أنا بشوف كمان الجناحين مهمين قوي محتاجين عمر الساح بيقول رأس حربة وخط وسط مهاجم وجناح شمال أيمان عادل مهاجم قوي وجناح يمين وصانع لعب بيكون بيجيد كمان في مركز ثمانية واتمنى التلاتة يكونوا أجانب المدرب الجديد علاء بيقول المدرب الجديد لو عنده الخبرة الكافية هيعرف يوظف اللعيبة كل واحد في مكانه المنسب واللعيبة تبقى راجعة أحسن من الأول وإن شاء الله هي إن شاء الله ما فيش شك إن قرار الإدارة إنه اللعيبة تريح من بدري وإنه الأول مرة يبقى فيه معسكر أعداد بره أعتقد هيفرق مع لعيبة كتيرة جدة واللعيبة تبقى راجعة أحسن من أول وإن شاء الله مش محتاجين أكتر من مهاجم سريع بالتوفيق أهلوية وأفتخر أحمد الكاجو أو الكاجو يعني قلب الدفاع بديل لبدر بنون محتاجين مهاجم قوي وسريع بيلعب في الوينج ويكون عنده ملكة إنه يلعب سترايكر في نفس الوقت جوكر يعني الماحي أحمد أنا شايف إنه مركز الجنيح سواء أيمن أو أيصر وشايف إنه المركز المحتاج اتنين أجانب واحد مركزه جناح أعتقد ولعب يكون بيلعب جناح وقلب هجوم على فكرة أنا بشوف شريف جناح مميز كتا يعني هو طبعا مركزه أو توظف في الأهل إنه راس حربة لكن سرعاته إمكانياته تحركاته بشوفه جناح يعني رائع بصراحة محمد نجار مركز راس الحربة والجناحين ويريد تكون استفقات من شمال أفريقيا أو من خارج القارة لعيبة من شمال أفريقيا أكتر نجاحا من لعيبة الأفريقية من جنوب القارة وعندك مثال وليد أزار وعلي معلول وعلي معلول وبدر بنون فتحي علي جناح يمين وجناح شمال وصنع على لعب محترف ومهاجم محترف ومدرب يليق باسم النادي الأهلي وط ومهاط أنا الحقيقة فتحي وأنا هجي طبعا مع كابتن أحمد نخلة في قصة المدير الفني وقصة السيفي والإسم والحاجات دي اليوم تتنظر أنا أكلم معكم وبدأ بطبيعة يعني واحد من الجمهور بس هسمع رأيي كمان كابتن أحمد داخل شفت تعليقات الناس اللي لفت نظرك فيها وكل الناس يمكن مركز على أكتر حاجة خط هجوم النادي الأهلي سواء الأجناح أو راس الحرب الصريح طبعا ما شاء الله الجمهور النادي الأهلي كلهم على وعي طبعا كبير جدا جدا كل الناس بتفهم في الكرة دلوقتي وعارف إيه مميزاتك وإيه عيوبك فعارف أننا عندنا برضو خلل في حتة المهاجم الصريح دي تعاوزين واحد سوبر كمان برضو زي ما أنت كلمت يا أحمد برضو حتة جناح من الجناحين برضو يكون موجود طبعا كل كلام منطيقي بالمناسبة الستايل اللي أنت بتدور عليه تلاقيه أكتر في أفريقيا غرب وجنوب ولا تلاقيه أكتر في شمال أفريقيا ولا تلاقيه أساسا بره أفريقيا تروح لحاجة زي أمريكا اللاتينية أو يعني أو أوروبا أنا لو تسألني أقولك أفريقيا لعب الأفريقيا لعب ملتزم جدا طبعا أفريقيا أنا عندي ديانج غرب أنا عندي ديانج مثال يا أحمد موجود ملتزم جدا تمام يلعب يلعب يقعد حتيها تتعود لكن ديانج أتمنى يا رب أتمنى المهاجم يكون بمواصفات ديانج كده بسكيل مهاجم بسكيل مهاجم عاوز واحد بشخصية ديانج المحترف ده واحدة عندي زيادة ناجح جدا وأكتر لعيب في النادي الأهل جاءت لعروض هو ديانج لحد اللحظة دي لكن إن شاء الله بإذن الله أتمنى كمان حتى مع لعيبة الوسط اللي بتبقى موجودة بيبقى مثلا ساعة بيلعب السولية وحمدي فتحي ساعة تلعب ديانج وحمدي ساعة تلعب سولية وديانج أتمنى وجود ديانج من بداية المباراة كل مباراة ديانج ده لا يخرج مرة الحداشر يا أحمد بأي شكل وبأي صورة كل احترام المستر المسلماني قبل كده كان بيعادوا ده ما يعودش ده لعيب زي ما قلت لك قبل كده إحنا بدأنا كلامنا قلت لك اللعيب المحترف اللي يجي بيعمل ستة وتمانية وعشرة كمان ده بيعمل الزيادة بشكل مش طبيعي وكمان حتة انه بسدل على المرمى مبعيد لكن يعني وأحرز اهداف ديانج لعيب مؤثر ولسه يعني ولسه عنده لعيب صغير والد جدا المدير الفني اللي يجي تعال فيه مديرين فنيين كده بيعملوا نقلات نوعية يعني يعني يبقى كويس جدا وانت عرف ان المكانات كويسة مع مدير فني معين تلاقيه في نط نط وعمل حتى دي اللي انت قلت عليها من شوية برضو ان فيه مدر تتحسب له حاجات كثيرة يعني بصراحة يعني من الحاجات اللي أنا بحسبها للمسطر المسلماني انه وظف اكرم توفيق باكرايت ونجح بالشكل ده بتتحسب له بصراحة يعني اكرم في الحتة دي عمل حاجات كتير وكان مجبر عليها مجبر بس نجح ادى طبعا مع مهام دفاعية قوية جدا لأكرم اقف المكان اتحرك ازاي طبعا كله طبعا تحت توجهات مصر المسلماني وظفه صح نجح الولد ما شاء الله بقى باكرايت مصر الحمد لله رب رجع بالسلام هذه صفقة يعني اكرم موجود صفقة واخد بالك يعني الاسماء اللي ممكن كمان راهن عليها واسمع رأيك فيهم قبل ما اتكلم برضو على تركيبة تركيبة الجهاز الفني والمديل الفني اللي اهلي محتاجه انت عندك سنة دي عمار عمار ما كانش موجود معاك الموسم اللي فات عندك اكرم ما كانش موجود معاك الموسم اللي فات عندك متولي الحمد لله الحمد لله اعتقد انه اخرى اربع خمس مطشوط عندك محمد محمود العيبة الاربع اسماء اللي انا قلتهم دول ممكن جدا يبقوا مركاته يعني لو في نادي النهاردة بيشتري اكرم توفيق عمار حمدي محمود متولي محمد محمود ده نادي ده يتقال عليه عمل مركاته تاريخي مظبوط او لا طبعا طبعا الاربع العيبة دول لو ان شاء الله بإذن الله خدوا فرصة سعد سمير وندفد في فيوت شرمين سعد سمير وندفد مصطفى بدري مصطفى تمام و اعتقد يعني بقدوا اداء جيد جدا العربي بدري اعتقد كمان معي ندفد عام الموسم انا مش عايز قولك ما شفتش ندفد عام الموسم في النهاية زي الموسم ده اداء جيد جدا تمام سعد سمير ما شاء الله استمرار اداء ووجوده قائد ومدافع قوي جدا عاملين شغله كواس جدا في يوت لعبتنا كويسة جدا حتى الصغارين يطلعين دول لو في مجال اعراض اعراض يطلعوا اعراض يطلعوا انا انا استثمر لعبتي في الاعراض استثمر لعبتي لو انا مثلا عندك كم نجوم يا احمد في الفرقة كثيرة الفرقة اللي هي مرايحة دي فرقة تقيلة عندك سكوات قوي الصغارين دول لو يطلع اعراض سنة سنتين يعلى فنيا زي بيك هم مثلا اعمل كويس واعتقد ان مكهم من لعبت اللعبت هيرجعوا اعتقد يعني ادخل مع الاهل في المجل بالضبط فهذه حاجة كويسة جدا منظومة قوية جدا ان انت عندك كم لعبت كويسة قوي تستفيد بها كتبالك ازاي مع ان انا اخذ زياد طار الخامة الموهبة اخذوا معايا معافل وحافظ عليه تمام هيكمل معايا من من الشباب الذين ظهروا في الاهلي في نهاية الموسم يعني تقول محتاجوا معايا فرستيم لازم يكمل يعني في لعيبة ممكن تقول قمشاتها كويسة جدا بس محتاج خبرة ومحتاج يخش موسم كامل يلعب بشكل الاساسي عشان يوصل للمستوى اللي يخلي معايا الاهلي فممكن يطلعوا اعوار في لعيب تقول لا ده مطلعش اعوار ده خلي وابني مع الجيل الكبير او مع اللعيب الكبيرة في الموسم اللي جاي والله يا أحمد سؤال جدا مهم سؤال مهم جدا انا مكتن طبعا مصطفى شبير رقم الفعل السريعة لا حرش كوي جدا واعتقد يعني اضاة النيل فكرت بشكل بير لانه كانوا عاوزين يجيب حرش مرمى لكن اعتقد مع وجود شناوي بالضبط وعلى الرطف شبير ده قوة موجودة فأي وقت احتكت سيدي لك الثقة موجودة عندما يكون عندي واحد بالسن وعند وعند المهارة وعند ردة الفعل والثبات الانفعال ده لعب مميز عندي ايوش الناس يمكن في الفئة دي في الشريحة العمرية دي يعني انجاز تعبير عندك صبح فاركو وعند جات فأمبي الاثنين حراس مرمى هايليم صراح امكانياتهم عالية جدا سأنا سأرى انه شبير لا يقل يعني لما يأخذ في المرحلة جات فما بيظهر لكن انا بكلم ناحية امكانيات من ناحية حراس مرمى وكما يمكن كابتن احمد فوزي قريف السادسة الحقيقة يمكن وانا اياما اشت باعي لطفي حقيقة علي لطفي في الفترة الاخيرة اثبت انه حرس مرمى العرب اللعيب او جول كيبر على اعلى مستوى خصوصا انه انت انتعرف الجول كيبر يحتاج دائما يبقى يشارك ويجيب في الملعب وعلي رغم انه يقعد كثير جدا للشناوي كان على مدار موسم لكن كل المتشاط اللي ظهر فيها كان اكتر من رائع فالتنين الحياة شوبير وعلي لطفي مع الشناوي اعتقد انه احرص المرمى في القلي بخير جدا طبعا كلام منطقي احمد كلام سليم عندك زياد طارق ما شاء الله عايزو يخش مع فوستي طبعا احمد سيد غريب احمد سيد احمد سيد غريب احمد سيد احمد سيد احمد سيد اصنيت على اداء وعلى قوى الجثمانية انا محتاج دوت ومحتاج المهارة ديت يكون موجود احمد اشرب خامة كويس قوي وممكن لما يخش فوست الفريق يكتسب خبرات من علي معلول او المعسكر الخارجي مثلا بلعب قدام اندهون احتكاك ومبارات دولية حيعل الولد معاك انتفكر ماتش مونتريل مكسيكي في كاس العالم اهيوة الاهلي راح وكان معوش نص فرقة كسبنا 1-0 وقدمنا يعني فاكر مثلا من الولاد اواصعي الوقتي اعرف تشيك بس الولاد لفتت نظر جدا محمد مغربي راح تلعب كاس عالم داخل مش داخل كده في ماتشات دوري وكاس وكاس رابطة راح تلعب كاس عالم وراح تلعب بطل مكسيك يعني في فرق في فروق كبيرة جدا جدا صفقات ملايين الدولارات في طول كبيرة شخصية لعب في خضة دي شخصية لعب والولد الحقيقي هاني عمل ماتش أنا فاكر هي واحد من أفضل ماتشات محمد هاني مثلا فهي دي الكواليتي هي دي الشخصية اللي أنا بأتكلمك عليها طبعا اللي تلبس تي شيرت النادي الآن نروح للجهاز الفني عشان ما نقفل به في ناس كتير جدا بتقول لك ايه انا محتاج محتاج مدير فني باسم كبير قوي وناس تقول وانا منهم انا من التالت ادول انا احكم على المدير الفني لا باسمه ولا بالسيفي ولا باسم النادي انا احكم عليه بكورته اللي كان بيقدمها مع الفرقة بتاعته اشوف الكورة اللي بتتلاعب دي لو فيه امكانيات النادي الاهلي هنا في مصر وافريقيا اوصل بالفريق اللي انا عايزه او لا انت رأيك ايه في القصة دي شوف هو طبعا انت فيه جزء من رأيك احمد سليم بيه من المياه احكم على المدرب طبعا بأداءه بطريقة لعبه بكورته انا معك في دي طبعا بس يكون عنده ستيفي قوي بمعنى بمعنى ان الرجل هل خد بطولات مع فرقته في الدولة بتاعه وفي بلده دي مهمة جدا انا عايز برضو المواصفات مدرب النادي الاهلي الاهلي بلعب على كاس عالم الأندية الحمد لله ربز ست مرات رايحين ثلاث مرات واخدين ثلاث عالم دي مهمة سوبر اكتر من مر بنخل السوبر داولة 42 كاس حدسو الله حرق انت ندي بطولات فالمدرب الهيجي معلش يعني انا كل احترام لمسا السوارش كل الامان لكن انا يعني رجل كان بدافع كويس وكل بيقولك انا عمل الكلينشيت ومأمن وبدفع كويس مسا السوارش كل الاحترام لك والله وهي فرصة الامان يعني كانت فترة وفعلا انت ممكن تكون الزرام تشارع عشان اللعيبة الأسية كلها ارتاحت وشنة ضغط من عليك ان انت نلعب بالناشئين كل الكلام دا تمام لكن انا النادي الاهلي ما بدافعش انا النادي الاهلي عاوز انتفق انه ما نقدرش نحكم على كرة السوارش بشكل كامل صح اجيلك المدرب سريعا عايزة رأيك في المدرب او ايه المطلوب في مدير الفني النادي المدير الفني اللي هيجي دوات لازم يكون عنده سي في قوي لازم يكون عارف انه جاي نادي بيلعب على بطولة تمام نادي كل شغله طريقة لعب الفريق كله شق هجومي انا بعمل ضغط عالي بضغط على المنافس عشان يجيب جوال صحيح اللعب كله في نص ملعب المنافس عشان انا بطل السكواد بتاع لعبتي كمان بيدل على ده عندك افضل عناصر فنية في مصر العنصر الاساسي في اللعبة احمد من الادارة والجهاز بني هو اللعيبة هو اللعيب هو اللي بيقدي عشان كده عاوز ليدر عاوز واحد قوي بفكر عالي هو اللي دبني منظورة النادي الاهلي اسم ببير صحيح مسألة ايام ويبدأ الاستعداد للمسم الجديد ويبان شكل وملامح الاهلي سواء كون نتكلم على صفقات من جوة او صفقات من بره واسم المدير الفني ومعسكر هولند ان شاء الله يبقى بداية مبشرها لمسم جاي في منتهى الاهمية وفي منتهى الصعوبة نوارة الدنيا كابتن احمد شكرا جزيلا على وجودك معنا نجم النادي الاهلي كابتن احمد نخلى اللي بنسعد بيه دايما في السادسة شكرا لك على وجودك معنا شكرا لحضراتكم على متابعتنا النهاردة وبكرة يتجدد لقاء جديد مع حضراتكم ومع السادسة تحيات لكم